مباراة النادي الاهلي والترجي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا الاهلي تقدم بهدف من راكلة جزاء لعلي معلول جاءت راكلة الجزاء بسبب انفراد لطاهر محمد طاهر في دقيقة 40 والياس شتي زي ما انتم شايفين شد طاهر محمد طاهر من الخلف وتسبب في الحصول على ضربة جزاء لنادي الاهلي بعد العودة طبعا لتقنية الفر وكمان الياس شتي خد كارتة احمر وطرد يعني احنا مش عارفين الطرد ده نتيجة اللي هو اعتراض اللاعب ولا نتيجة الاعتراض على الحكم بس في النهاية يعني هو خد كارتة احمر والنادي الاهلي خد راكل الجزاء وعلي معلول يعني سدد التزديد ولا اروع يعني بمهنتها الاحترافية انا شايف للاهلي باذن الله يقترب من الوصول للنهائي في مقابلة نادي كايزر شيفز الجنوب افريقي وان شاء الله البطولة العشرة يا اهلي يعني باذن الله الف ومبروك مقدما للنادي الاهلي ان شاء الله الاهلي في النهائي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة